ترأس الدكتور عبدالحسين بن علي ميزة رئيس وهيئة الطاقة المستدامة الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ الخطتين الوطنيتين للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي تم عقده عن بعد بمشاركة عضاء اللجنة المكونة من كبار المسؤولين من عدد من الوزارات والجهة الحكومية وبحضور الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين وألقى الدكتور ميزة الضوء على أبرز المشاريع في القطاع التي تم تنفيذها وتتشينها منذ انعقاد آخر اجتماع للجنة في فبراير الماضي وكان من أبرزها افتتاح المصنع الثاني لتصنيع الألواح الشمسية في مملكة البحرين بالإضافة إلى تتشين أول مشاريع الطاقة الشمسية واستعرض الدكتور ميزة مستجدات جهود هيئة الطاقة المستدامة لدعم المؤسسات الأكاديمية والتدريبية في المملكة سواء في تطوير البرامج التعليمية والمناهج أو لتمكينها من الاستفادة من أنظمة الطاقة المتجددة وحلول كفاءة الطاقة في مبانيها ومنشآتها وفي سياق جهود بناء القدرات من خلال برامج التدريب أعلن الدكتور ميزة عن توجهات هيئة الطاقة المستدامة لمواصلة تقديم البرامج التدريبية المهنية والتي من ضمنها البرنامج الدوري والذي تطرحه الهيئة بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتأهيل المقاولين والاستشاريين لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية